انطلقت فعاليات المهرجان الترفيهي السنوي فيستفل سيتي مع استي سي والذي يقام في حلبة البحرين الدولية بتنظيم من هيئة البحرين لسياحة والمعارض وبالتعاون مع شركة استي سي نعم حيث يعتبر المهرجان حالثا ترفيهيا سنويا تحتضنه المملكة في نسخته هذا العام الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر في استقبال زواره حتى الثاني من فبراير المقبل على أرض حلبة البحرين الدولية انطلق المهرجان الترفيهي السنوي فيستفل سيتي مع استي سي تحت تنظيم هيئة البحرين لسياحة والمعارض وبالتعاون مع استي سي ليستمر المهرجان في استقبال زواره حتى الثاني من فبراير المقبل تم اطلاق النسخة الرابعة من المهرجان فيستيفل سيتي بالتعاون مع استي سي وطبعا المهرجان يعتبر الأكبر من نوعه لحده حين المهرجان كبير من ناحية مساحة المهرجان من ناحية الألعاب الموجودة في المهرجان من ناحية المطاعم البحرانية اللي مشاركها في المهرجان وطبعا الفعالية عائلية تستقطب أفراد الأسرة وفيها العديد من الفعاليات المصاحبة اليوم احنا كشركة استي سي في البحرين فخورين أن نكون شركة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وممتنين لإعطاني هذا المجال عشان احنا نغدم وندعم السياحة في البحرين في هذا المهرجان الجميل مبادرة سياحية تحتوي على فعالية وأنشطة ترفيهية عائلية تناسب جميع الأعمار وتستقطب الزوار لتقدم كل ما هو جديد أخوانكم جاي من السعودية ودوم نستانس يوم نيجي البحرين وصراحة أن يوم سمعنا على المهرجان هنا يعني العيال قالوا إلا ما نيجي نشوف يعني وتفاجأنا ما شاء الله ننتظيم رائع وفي كيمية ألعاب يعني متنوعة ويعني تخدم جميع الأعمار ما شاء الله من الكبير للصغير النوع على المأكولات الخدمات والاجواء جميلة والموقع عند الحلبة أنا جاي من السعودية عشان مهرجان الحلو عشان نلعب وعشان نتعش ونتقه ونلعب ونستانس ونشوف كل الناس مهرجان وايد حلو واستنتعنا وايد ومطاعم حلوة ولعب حلوة من زماننا نضر هالمكان عشان نطلع والمطاعم الحلوة وكل شي حلو تطور مستمر يشهده القطاع السياحي بجهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض التي تقدم أروع الأمثلة والنماذج المتقدمة في تنفيذ مختلف الفعاليات والخطط الاستراتيجية المتميزة في المنتج السياحي المتنوع لجعل المملكة وجهة سياحية مفضلة ومتميزة ترجمة نانسي قنقر